ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تخلو الخطابات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من التأكيد على التزام مملكة البحرين بالتضامن والتعاون مع مختلف الدول لنصرة القضايا العربية ومجابهة مختلف التحديات التي تعتر المنطقة وذلك من خلال مساعيها ومبادراتها النوعية على طريق تحقيق السلام ولقد أكدنا مرارا على وجوب الوقوف الفوري للحرب في قطاع قزة وباستئناف كافة المساعد الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها وحول القضية الفلسطينية والأحداث الصعبة التي يشهدها قطاع غزة جدد جلالة الملك المعظم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في القطاع واستئناف المساعد الدبلوماسية كافة وفق القرارات والمبادرات الدولية والأممية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ووضع حد للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي فأن فضل الاشتباك أصبح ضرورة قصوى بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان الشقيقة وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الإنجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها ونظراً للأحداث الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية أكد الخطاب الملكي السامي في هذا الشأن على ضرورة فضل اشتباكات بين طرفي النزاع لوضع حد للتصعيد وتحقيق السلام على الأراضي اللبنانية وعدم الإنجرار وراء حرب شاملة تكون عواقبها وخيمة ونجدد على هذا الصعيد دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود وفي ظل هذه الأحداث الجيوسياسية جددت مملكة البحرين ما أعلنت عنه في شهر مايو الماضي خلال قمة البحرين ضمن مبادراتها دعوتها لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وذلك بهدف تسليط الضوء على القضايا الجوهرية وبحث الجهود الدولية من أجل معالجتها وتحقيق الاستقرار في المنطقة